السلام عليكم وماش خباركم؟ أتمنى تكونوا كاملين بخير وفي أحسن أحوالي يا ربي أحبابكم في قناتي وقناتكم كاريمة كاتيا للمواضع المختلفة الصحفي وديعدادة أصبح حديث المغاربة بحيث مرى توقيف الإعلامي وديعدادة عن العمل في الدوزام بحجة أنه تدير نشاطات إضافية لحمله الشيء اللي تديروه تسامير البلوي وراشيد العلالي وصامد غيلان وعدد كبير من الإعلاميين العاملين بالقناة دون أي تعليق من القناة تحليهم المهم نقابة صحفيات دخلات وخرجات بلاغ تنديدي قالت فيه أن القناة درد خطوة انتقامية وخالية من المبررات القانونية خصوصا وأنها تشيق مباشرة مرى إعلان تشكيل تنسيق نقابة للصحفيات داخل القناة وللإضافة فالنقابة قالت أنها تتصدى لتحويل القناة لمزرعة حيث يجي مسؤولين ولو ديعينوا أبناءهم وأحفادهم فيها وانشر جلال ناجي بخصوص الموضوع على موقع فيسبوك واكتب بزيف دي الصحفيين أو المواطنين تضامنوا مع ودي عدادة وخا مع عارفين شو ودي عدادة حتى شحنا المغاربة بطبعنا دي ما ضد قرارات الإدارة وخا يكون موظف مخطئ لا أظن أن الإدارة مخطئة في اتخاذ هذا القرار وما زال يلاح الإحالة على المجلس تأديبي أما البعض اللي يجزع لي يركب على الموجة وصفي حسابات شخصية فهو من يقول أن ودي عدادة توقفه وتصفية حسابات دي ودي عبخ بيستو حتى هو والعديد من الصحفيين يصغلون المؤسسة اللي كي يشتغلوا فيها راب الزيف الصحفيين ما كتعرف حقيقتهم حتى كتخدم معهم مشاهر كتشوفوا في تلفازة صافي وكتضامن معه وكي يصحب لك ره مظلوب وباري كين بالظيف دي الصحفيين أسوأ من الشيطان من حفرة حفرة لأخي سقط فيها وعلى خلاف جلال ناجي نشر عبد الرحمن إيبهي كل تضامن مع الصحفي ودي عدادة بعد دقائق قليلة من تشكيل تنسيقية النقابة بالقناة الثانية أرسل المدير للأخبار بالقناة رسالة أخبار رفيا الصعوف ودي عدادة العضو في التنسيقية بتوقيفه عن تقديم نشارات الأخبار بالإضافة إلى منع مزاولة لمهامي كرئيس تحرير اعتبارا من 21 أكتوبر الجاري أنتم أخوتي أخوتي تاتي شنور رأيدي لكم بخصوص الموضوع